أعزائي طلاب التعليم الفني في كل مكان التخصصات المعمرية أهلا وسهلا بكم من جديد مع درس جديد وتخصص جديد من تخصصاتنا المعمرية تخصص أعمال الأعمال الصحية وشبكات المياه نارضا إن شاء الله بإذن الله نشتغل مع بعض مادة التخطيط وزي ما قلت قبل كده في اللي زميلكم اللي متابعين معنا الدروس السابقة في التخصصات الأخرى زي تخصص التشطيبات اتكلمنا قبل كده عن مادة التخطيط وتكلمنا فيها بشكل عام يعني مادة التخطيط وقلت إن مادة التخطيط كان الإسم السابق لها المؤيسات ومن اسمها كده مؤيسة يعني بتنقسم إلى شقين فيه شق عندي اسم شق المواصفات وشق تاني اسمه المؤيسات شق المواصفات ده بيعتمد عليه أو بيشتغل عليه قسم الشق المواصفات بيعتمد على مواصفة الشيء اللي أنا محتاج كمالك أركبه ويكون بالمواصفات الفنية اللي أنا محتاجة وشق المؤسسات هو في الأساس كميات الحاجات اللي أنا هركبها الكميات بتاعتها والمجمل بقى في الموضوع كله إيه إن أنا لما باجأ أشتغل عندي كصاحب عقار أو كصاحب ملك هشتغل وهنفذ مشروعه المفروض إنه عنده هيجي لمقاول المقاول ده المفروض إنه هو هيشتغل بناء على المواصفات والكميات للأعداد اللي أنا محتاجة للمشروع بتاعه عندي مجموعة من المواصفات بتصف بنود الأعمال ونظام التركيب الخاص بالمشروع بتاعي أنا كمالك ليه مواصفاتي في المشروع أو الخامات اللي هتستخدم والكميات بقى أعدادها ونوعيتها اللي هتستخدم عندي وبناء عليه أنا ما بحدد المواصفات بتاعتي وشروط الشغل وبحدد الكميات كمان بتاعتي بيجي المقاول بعرض عليه الشغل بالمواصفات والكميات فبيقول لي أنا هاخد مثلا المواصفة دي أو الكمية المويسة دي هشتغلها ونفذ مثلا وليكن المشروع ده وليكن بألف جنيه نفس المقاول أو المقاول تاني آخر بيجي يقول لي أنا هاخد المشروع ده وهعمله مثلا بتسعمية وتسعين جنيه واحد تاني بيقول لي أنا هنفذ المشروع وعمله بتسعمية جنيه أنا ليا اللي هيشتغل بنفس المواصفات الفنية اللي هيلتزم بيها فيما بعد لاني بعد كده أنا هعملها في حاجة اسمها مويسة المويسة هي بالنسبة لي ولو كعقد والعقد شريعة المتعقدين يبقى أنا العقد اللي بيربطني بيه هي المويسة اللي هيكتب له فيها المواصفات الفنية بتاعت المشروع بتاعي طيب بعد كده أنا ليا في الوقت ده الأقل سعر واللي هينفذ بالإيه بالمواصفات والشروط الفنية بتاعتي عايزين نقول إن النهاردة إن شاء الله المادة جايت بناء على طلب زنائلكم وابناء من تخصص الأعمال الصحية بيرسلونا كتير وبيقولوا إحنا محتاجين مادة التخطيط وعايزين نشتغل تخطيط أعمال صحية ونشوف يعني حساب كميات بنشتغله إزاي أكتب المواصفات فين أنظم الجدول بتاعي إزاي عايزين نقول إن المادة بتاعتنا النهاردة شيقة جدا الشغل فيها هيكون ممتع جدا جدا فيها الشغل الشقة الخاص بالمواصفات بعد كده هيبقى الشقة الخاص بالكميات هتعلم إزاي أقرأ رسمة إزاي أطلع مناسيب إزاي أحدد المؤيسات بتاعتي وإزاي أكتب مواصفات عايزة أفرق ما بين المؤيسة المؤيسة عندي فيه نوعين من الشغل مؤيسة يعني حسابات وحسابات يعني كميات وكميات لو هفتكر بقى أو أنا هقول لحضرتك إنك أنت إن شاء الله بإذن الله لما تتخرج بإذن الله من عندنا من التعليم الفني المفروض إنك أنت فيه حاجة جانب كده أو وظيفة اسمها حاسب كميات حاسب كميات اللي هو بيقوم أساس شغله على مادة التخطيط يبقى التخطيط كلها في مجملة عملية مواصفات وذكر مبنود للمواصفات بتاعتي بعد كده عندي شق اسمه شق المؤيسات والحسابات اللي هو بطلع منه الكميات وسواء الكميات دي كميات خيمات أو مواد هتستخدم فيه تنفيذ العمل بتاعه أو الشغل بتاعه طيب هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع بعض بالشكل عام كده ونبص ونشوف إحنا جايبين طبعا مشروع النهاردة هنشتغل عليه والمشروع ده بإذن الله أقرب ما يكون من المشروعات اللي بتيجي في الامتحان عايزين نقول إن الشغل بتاعنا النهاردة ماهوش بالشكل الأساس نركز بس فيه على إن أنا هستخدمه كامتحان وإن كان هو ده الأساس عندي ولكن إن شاء الله بإذن الله المادة بتاعتنا النهاردة والشغل بتاعنا بيقوم في الأساس الأول على إن حضرتك تكتسب الخبرة اللي تقدر بإذن الله يعني تقود بها في المجال العملي وده إن شاء الله هيكون مكتسب من عندنا من متابعتك لنا والدروس بتاعتنا على القناة الجميلة بتاعتنا طيب هنشتغل إيه النهاردة هنشتغل مع بعض إيه حابب في الأول أقول إن إحنا هنبدأ بيه لازم الأول أكون عارف المقاسات بتاعت الأجهزة اللي موجودة عندي وده هتنفعني مش هتنفعني في مادة التخطيط فقط ولكن هتنفعني برضو في مادة الرسم لإن التخطيط والرسم المادتين زي ما بنقول كده بيخدمهم على بعض في موضوع المقاسات والمقاسات طيب بعد كده لازم أكون عارف المناسيب بتاعتي غير الأبعاد أنا عارفت كمان الأجهزة الجهاز الفلاني مقاسه كام في كام مواصفاته كام أكون عارف كمان مناسيب الصرف بتاعها وسالسا أكون عارف مين بيصرف على إيه عشان لما أجنفذ الكلام ده على الرسم أو في مادة التخطيط وأعمل المقاسة بتاعتي أكون فاهم هيئيس مين المسافة كام وإيه الشروط بتاعت اللي حطها على البند ده هنيجي مع بعض كده ونبص ونبدأ إن شاء الله مع بعض ونشوف اللي سلايد بتاعنا جايب لنا إيه عندي مشروع بس هبدأ الأول زي ما اتفقنا مع بعض بالشق النظري والأساسي عندي وهو المناسيب والأبعاد بتاعت الأجهزة المستخدمة في الأعمال الصحية عندي الجهاز الأول حوض غسيل الأيدي حوض غسيل الأيدي بيكون مقاسه 60-45-25 ومش عايزين نقول إن المقاسات دي مقاسات الصندر أنا ممكن ألاقي في السوق مقاسات كتيرة جداً مختلفة أنا ممكن ألاقي مقاس ستين في ستين خمسة واربعين في خمسة واربعين خمسة واربعين في ستين عايز أقول إن فيه تنوع دلوقت طبعاً لكسرة أو تنافس الشركات اللي موجودة في السوق إذن المقاس ده مش هيبقى ثابت عندي ولكن هو المقاس اللي أنا هشتغل به في المقاسة بتاعته طيب عندي بعد كده بيقول لي بيان المناسيب الحض هو حض غسيل الأيدي منسوب سطح العلوي اللي هو بيركب على 85 سنطي ومنسوب المشترك اللي هو مشترك الصرف 55 سنطي في حالة الصرف المباشر وإذا كان على بيبة بيكون سالب إيه؟ سالب 10 يعني إيه بقى؟ عايزين نوضح الجزية دي عايزين نقول إننا الحض بتاعي حض الوش لما باجع ركبه بسبته وش الحض بتاعي ارتفاعه بيكون على منسوب 85 سنط من الأرض يعني الراجل لما بيجي يركب الحض بتاعي بتاع الحض الوش بيكون عامل حسابه إنه بيرتفع من الأرض 85 سنط بيكون ده وش الحض بتاعي بعد كده بقى جسم الحض لتحت خلاص أنا مليش داعه ممكن يكون 30 سنطي 20 سنطي ولكن وشه على 85 سنط طب الصرف بتاعه الصرف بتاعه لما بيكون مباشر يعني الصرف المباشر يعني ما بيكون العمود الصرف في ظهر الجهاز بتاعي في ظهر الحض بيكون الصرف بتاعه قسم مباشر 55 سنطي وده هنبقى نشوفها وده هتستخدمها كتير جدا في الرسم بتاعنا تمام زائد طبعا هي تفرع معي يا مستر آه هتفرع في التخطيط أنا لما يبقى العمود الصرف في ظهر الجهاز أكيد طبعا ده هيوفر علي في الحسابات لأنه مش هحتاج غير يرضى 30 سنطي يدوبك هتمر من الجهاز للعمود بتاعي إنما لو أنا الجهاز بتاعي العمود بتاعي موش مباشر على جنب هحتاج إن أنا أعمل حاجة اسمها يرضى على الحق طيب حاجة تانية كمان لو أنا هعمل الصرف بتاعي على بيبة الأول يعني الصرف بتاع الحوض بتاعي المية دي هتمر على بيبة يبقى منصوب صرف البيبة كان سالب عشر فلازم أكون عارف يعني إيه مناسب ويعني إيه ارتفاع أو وش الجهاز بتاعي نروح ونشوف بقى تاني عمد حوض غسيل الأوان وده بيكون من الاستنلس مقاسه ستين في خمسة واربعين في عشرين طبعا في مقاسات في السوق مختلفة جدا كتير ممكن ألاقي ستين في ستين ستين في مئة عشرين ستين في خمسة واربعين ولكن ده المياس اللي ايه أنا هنشتغل عليه منصوب سطحه العلوي حوض المطبخ بقى بيركب على زائد تسعين ما ننساش إن الحوض اللي كان قابلي منه كان بيركب على كام خمسة وتمانين ده هيركب على منصوب خمسة وتسعين من وش البلاط ومنصوب رأس المشترك برضو بيزيد عن الحوض اللي قابله بيبقى كام زائد ستين في حالة الصرف المباشر ولو على بيبة هيبقى برضو ثابت معي سالب عشر حوض البنيو الخارجي ماسو الخارجي بيبقى متر ونص في سبعين في خمسة وخمسين الداخل بتاعه متر خمسة وتلاتين في خمسة وخمسين في أربعين طيب الصرف بتاعه ومناصيب الصرف بتاعته يرتفع سطحه العلوي عن سطح البلاط بيكون طبعا مرتفع 15 سنطي في حالة الصرف المباشر بيكون زائد عشرة أما لو هيصرف على بيبة هيبقى كام سالب عشرة طيب ايه سالب عشرة وموجب عشرة دي بس عشان نوضحها سالب عشرة يعني ايه يعني تحت وش المشترك بتاعه تحت بسالب عشرة خط السفل بتاعي عشرة وش السفل بيكون سالب عشرة يعني قل منه بعشرة سنط موجب عشرة بيكون وش المشترك أعلى من السفل بكام بعشرة يبقى أنا عارف موجب يعني أعلى سالب يعني ايه أسفل أسفل مين وأعلى مين اسفل السفل بتاعي او اعلى السفل بتاعي زي ما هيجي كده وهشوف زائد خمسة وخمسين خمسة وخمسين منين من وش السفل طب سالب عشرة منين من وش السفل بتاعي بيكون وش المشترك يبدأ سالب عشرة يسيب عشرة سنطي بعد كده يبدأ المشترك بتاعي وينزل كمالة الطول بتاعه طب لو هو زائد عشرة يبقى هو وش السفل بتاعي وش المشترك بتاعي هيبقى على سالب عشرة زائد عشرة اسف من وش الصف وبعد كده يبدأ المشترك بتاعه طيب نرجع ونبص كده ونشوف حض الدوش حض الدوش ده بيبقى أبعاده الخارجية 60 في 60 وارتفاعه 20 الداخلي بتاعه من جوة 55 في 55 في الارتفاع 15 الصرف طبعا بيكون على سفون رأس المشترك بتاعه سالب 10 وارفت يعني سالب ويعني موجة بعد كده بيقول لي مرحاض الغربي اللي هي القاعدة الفرنجي طب مقاساتها كان 51 في 35 في 40 طراز بي لاننا عارف طبعا عندي بي وعندي اس وطبعا بي واس ده بيكون خاص بالايه بي السفون ويخلي بالك ان المرحاض الغربي لما هيجي يركب سفون بيكون رأس المشترك بتاعه على كام منصوب الصرف بتاعه زائد 30 انما لو انا عندي اس اس هيبقى مقلوب لتحت صرف المشترك بتاعه هيكون على سالب 30 والتهوية بتاعته موجب 55 طيب بعد كده المرحاض الشرقي اللي هي القاعدة البلدي مقاسة 75 في 60 في 40 وبيكون رأس المشترك بتاعها الصرف سالب 10 وقوة التهوية زائد 20 المقاسات ده مهمة يا مستر اه طبعا مهمة لان انا بعد كده هكتب في المواصفات بتاعتي انا محتاج والله زي ما هنشوف بعد كده في وصف الكميات بتاع الاجهزة بقولك بقولك انا كراجل مالك محتاج هتركب لحوض ولكن الحوض ده مقاسه 60 في 60 في 20 سنطر حوض ويش يبقى انت وانت بتحط السعر بتاعك عارف انك انت هتركب او ملزم انك انت هتركب لي حوض الحوض ده حوض ايه ويش حوض غسيل ايدي ومقاسه 60 في 60 هي هتختلف اه طبعا انا لما اجي الزمك واكتب لك في المويسة انك انت ملزم ان انت تركب لي حوض 60 في 60 واجي وفاجأ اثناء التركيب او بعد التركيب وانا بسلم الشغل ان الحوض ده 45 في 60 اجي طبعا لو انا مش كتيب لك في المويسة الكلام ده او في المواصفات الكلام ده هتيجي تقول لي حضراتك مذكرتش والله طبعا هتفرق معايا في السعر اصل طلع غالي اصل طلع رخيص لا طبعا احنا محبقى يعني ملناش اي علاقة بالموضوع ده لان انا لزمتك في المواصفات وقلت لك ان انا هتيجي تركب لي حوض الحوض ده حوض واش هتثبته بالطريقة المعينة مقاسه 45 في 60 فما تروحش تجيب لي حوض 45 وتجي تركبه عشان هو سعره هيكون اقل فطبعا لا يبقى مين وبينك العقد اللي هو هيبقى عبارة عن المؤيسة اللي هي الجزء الخاص بالمواصفات بتاعت الجهاز بتاعي طيب نرجع ونشوف بعد ما كتبت خلاص عرفت كده المناصيب بتاعتي والمناصيات بتاعت الاجهزة المستخدمة عندي هنشوف بعد كده حاجة تانية اللي هي مصار الصرف لازم اكون فاهم مين بيصرف على ايه بمعنى انا عندي ده مرحاض غربي قاعدة فرنجة بتصرف على عمود الايه العمل قطر كام اربعة بوصة اهو صورة توضح مصار الصرف اللي ايه المرحاض عندي هنا البنيو بيصرف على عمود ايه تلاتة بوصة تمام كده اهو عندي هنا حوض المطبخ ودي زي غسالة اهو شايف الصرف بتاع الحوض المطبخ اعلى من وش المشترك بتاع حوض ايه الغسال طيب عندي بعد كده هنا حوض الوش اهو صرف برضه على عمود ايه تلاتة بوصة ونبص كده هده السفون وهده المصورة الصرفة على المشترك المشترك بتاعي على العمود ايه التلاتة بوصة كده ده صور بتوضح مصار الصرف عشان ابعارف مين بيصرف على عمود الاربعة بوصة ومين بيصرف على عمود تلاتة بوصة طيب بعد كده هنخش على التمرين بتاعنا فبيقول لي ايه الرسم الموضح عبارة عن المسخط الافقي التنفيذي لحمام ومطبخ في إحدى الشقق السكنية ارتفاع الدور تلاتة متر والدروة الدروة اللي هي البلكونة وإحنا اتفقنا عليها خلاص ارتفاعها كان صور البلكونة ده تمانين من مية متر يعني تمانين سنت وبلطة الصقف عشرين والطاير واحد متر وكان وإذا كان ارتفاع أرضية الدورة عن الشارع واحد متر عايزة قفة هنا لحظة والفت انتباك لحاجة مهم في بعض النمازج من الامتحان أو الشغل بيقول لي ارتفاع أرضية الدورة عن الشارع واحد متر وفي بعض الحالات بيقول لي ارتفاع السفل واحد مت طب ايه ارتفاع الضورة عن الشارع هي هي ارتفاع السفل لان انا لما بنيجي نبني البيوت في البيوت بتاعتنا العادية بيعمل حاجة اللي هي ارتفاع السميل اللي مثلا اللي يكون 60 سنط أو 80 أو متر زي ما هو عندنا وبيردمه فبيكون الشارع ده بيطلع له مثلا البيت ده بيطلع له بدرجتين أو ثلاثة دول اسمهم ارتفاع ارضية الضورة عن الشارع ليه؟ لان الشارع طبعا منسوب وقال منه وفي بعض الحالات بيجي مباشرة ويقول لي ارتفاع السفل واحد متر مثلا يبقى هو كده سواء قال لي ارتفاع ارضية الضورة عن الشارع او قال لي ارتفاع السفل يبقى هو مقصود بها ارتفاع السفل بتاعي كان طيب وعندي حاجة تانية كمان الطاير اذا ما كنت دايما بقول لابنائي اذا ما كانش الطاير مكتوب في المسألة بتاعتي في التمرين بتاعي انا بفرضه وباخده كان واحد متر يبقى الطاير اللي هو موجود واحد متر خلاص مش موجود ما اقولشي مش موجود وهمله في الحسابات بتاعتي لا انا افرضه كام واحد متر اللي ده سيابت عندنا الطير ده هو عبارة عن ايه لما خلاص المصورة عمود الصرف بتاعي بينتهي عند وش المبنى لازم ان انا ارتفع كمان كام متر زيادة عن منسوب السطح بتاع المبنى ليه ده يعني تخوفا ان حاجة ممكن تتريمي فيه او طوع فيه تعمل عملية ايه عطل او كتمي ليه خط الصرف بتاعي وبالتالي لازم يكون مرتفع بمقدار واحد متر عن منسوب السطح بتاع طيب نبص بقى كده ونشوف المشروع بتاعنا طيب احنا خلاص عرفنا المشروع بتاعنا طيب ايه المطلوب بيقول لي المطلوب كشف كمية للاجهزة الصحية الموضح بالراس ماشي بعد كده كشف كمية لعمود الصرف قطر كام 3 بوصة كشف كمية لعمود العمل قطر كام 4 بوصة مع كتابة موصفات مختصرة لبنود الاعمال يبقى هو هنا هيحتاج كشف كمية لكل الايه الاجهزة اللي موجودة عند وكمان كشف كمية لعمود قطر 3 بوصة بتاع الصرف وكشف كمية لعمود الاربعة بوصة بتاعيه العمل عمود العمل مع كتابة موصفات مختصرة لكل ايه بند من بنود الاعمال المشروع بتاعنا اهو رسمناه اوتوكات طبعا عشان يكون ظاهر واضح اهو لو بصنا كده ادى المطبخ وعندي حمام وهنا الطرقة وطبعا عامل علامة قطاع ان المبنى مكمل عندي يعني ده شقة مكملة ولكن انا كاعمال صحية وشبكات المياه مش هشتغل غير على الجزء بتاع المطبخ والايه والحمام عندي دايما حاجة كده بحب اقولها واركز للطلبة بتوعي عليها ايه هي بقولك اقرأ الرسم لازم اقرأ الرسم هي الرسم بتتقير يا مستر اه لازم افهمها وكون فاهم خطوط دي يعني ايه العمود ده يقصد بي ايه ده مين ده ايه فلازم اكون عندي زي مفتاح للرسم بتاعي زي مان كده زي ما كنا بناخد في مادة الجغرافيا في رسم الخريط عندي حاجة اسمها مفتاح الخريط انا عندي هنا مفتاح الرسمة المفروض الرموز ده كلها يكون على خلفية بيها واعرفها ده معناه ان ده حوض البانيو ده بانيو بس هو بين لي مسقط ايه افقي ده حوض غسيل ايدي ده مرحاض فرنجي اللي هو الاعداء لفرنجي ده سفون ارضية اللي هي البلع او السفون اللي احنا بنقول عليه سفون الارضية ده حوض المطبخ بتاعي وكلهم مسقط افقي وبالتالي هما بينين كأنك انت اباصص عليهم من فوق طيب بعد كده انا خلاص قريت الاجهزة وعرفت ده ايه وده ايه وده ايه بعد كده اقرأ الصرف بتاعي يعني ابقى عارف مين صرف فين عشان لما اجي احسب في الحسابات بتاعتي اقدر اشتغل مظبوط وطلع نواتك سليمة طيب ازاي يعني انا لو بسطت كده حلقة ان حوض المطبخ حوض الايدة ده غسيل الايدة رمى على مين على سفون الارضية وسفون الارضية رمى على ها عمود الصرف طيب جميل كذلك برضو حوض المطبخ رمى على سفون الارضية وسفون الارضية هو اللي رمى على عمود الايه العمود بتاعي جميل عندي كمان حوض هنا البنيو رمى على برضو سفون الارضية بسفون الارضية كل الاجهزة رمت عليه معادة المرحاض طبعا المرحاض الغربي وبراموا عليه هو رمى على عمود اللي هي التلاتة بوصة ومن عمود التلاتة بوصة رمى على غرفة التفتيش اللي هي ابعدة ستين في ستين على ستين يعني ايه غنتة يعني غرفة التفتيش طيب وستين في ستين اللي فوق دي معناها ايه معناها طول ستين والعرض ستين اللي تحت ده بيكون الارتفاع فممكن تلاقي ستين في ستين على سبعين تيجي تدور على الارتفاع ما انتش عارف طبعا الارتفاع فيه فكون عارف ان اللي تحت هو بيكون الارتفاع عندي عين صاد تلاتة بوصة يعني عمود صرف قطره تلاتة بوصة بعد كده عين عين اربعة بوصة يعني عمود عمل قطره اربعة بوصة وبيقول لي ان المادات بتاعي من العمود لغرفة التفتيش واحد متر طب انا ليه ما كتبتش هنا طول ده انا كتبت ده بس لان ده هحتاجه بعد كده وانا بشتغل وحنشوفه في المؤيسات لازم انا محتاج البؤد بتاعي طب انا لو انا عندي البؤد بتاعي ده مهوش مكتوب يعني انا طبعا اغلب زملائكم بيسألوني ودايما بتقابلهم في الامتحان بيقول لي في الامتحان تلاقي كده ملحوظة مكتوبة كده اي ابعاد غير موضحة متروكة لتقدير الطالب عايزين ننوها جامد عن المقطة دي طب انا عندي بعد من العمود اللي اربعة بوصة رامي على غرفة التفتيش ومش مكتوب ما اسه كام يعني مش مكتوب المسافة دي كام طب اطلعها ازاي فدايما بقول لي ابنائي بيكون في الورقة الامتحان مكتوب مقياس الرسم كام يعني الرسم اللي اترسمت دي بمقياس رسم كام لو هي بمقياس رسم واحد الى خمسين وليكن يبقى المتر المتر في الطبيعة باثنين سنتي عندي على الرسم باثنين سنتي فين عندي على الرسم طيب انا اكون زكي صح وده هتيجي منين من الخبرة والتعامل ومتابعتك لنا في القنوات بتاعتنا والدروس بتاعتنا هنا طيب اعملها ازاي او امسك بالمسطرة وهم ايس المسافة ما بين العمود اللي اربعة بوصة وغرفة التفتيش وليكن مثلا طلعت عندي لقيتهم تلاتة سنت لقيتهم كام تلاتة سنت طب الرسمة دي مرسومة بمقياس رسم واحد الى خمسين طب يبقى معناها ايه معناها ان كل خمسين سنتي في الطبيعة بتمثلها على الرسم واحد سنت طب دول تلاتة سنت يبقى المسافة دي كام مترو ونص صح كده جميل يبقى كده خلاص انا قدرت اتغلب على مقطة ان فيه مقاس عندي مش موجود يعني زا ملاكم بيتصلوا يا مستر المقاس مش موضع مش مكتوب طيب لو انت لو لو انت بسيت على مقاس الرسم تقدر تحول وتعرف المسافة كام ودي بتبقى حتة مطروكة للطالب المتفوق اللي هو يقدر يستنتج الابعاد لانك انت ما تتعودش ان انا هديلك كل المقاسات انت لازم برضو تستنتج وتطلع وتبقى عارف اجيب المقاس ده منين واطلعهم منين لذلك انا باكد وبقولك تاني لازم تعرف او تتعلم انك انت تقرأ مادة الرسم تقرأ الرسمة الرسمة اللي قدامك تبقى اريها وفاهمها وازاي اطلع منها المقاسات والابعاد بتاعتي عشان هستخدمها بعد كده في الكميات والمواصفات اللي موجودة بعد كده طيب نرجع للرسمة بتاعدي ونشوف كده خلاص المسكة طلوفكة عرفت ان انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة كده عندي خمس اجهزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس البلاعة ده جهاز اه طبعا جهاز فما تخفلوش وانت بتحسب اللي ايه المواصفات والحسابات بتاعت الاجهزة خلاص كده تمام نرجع بقى نخش على الجدول بتاعتنا ونشوف هنشتغل فيها ازاي اهو طبعا بكتب كشف كمية لزوم الاجهزة الايه الصحية ودي بكتبها فوق في الجدول بتاعي من فوق بعد كده التأسيمة بتاعتي دي لازم التزم بالجدول بازاي التأسيمة بتاعتي بدأ بانت بيان الاعمال عدد طول عرض ارتفاع خصم اضافة جملة والاخيرة ايه ملاحظات فلازم اعارف اكون عارف الجدول ده وحفظه كويس جدا لان جدول الكميات هيختلف معايا ان شاء الله في الجدول اللي جاي بعد كده لان عندي جدول تاني اسمه جدول الخامات وجدول الكميات غير جدول الخامات خالص في البنوت بتاعته فكون عارف ان جدول الكميات بتاعي بدأ ببانت بيان اعمال عدد طول عرض ارتفاع خصم اضافة جملة ايه ملاحظات طب باجي هنا بقى في خانة الملاحظات بيان الاعمال قاسف بكتب المواصفات بتاعت فانا هبدأ بجهاز بانت رقم واحد الجهاز الاولان بيقول ايه بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي اه نقف هنا عندها لحظة يبقى انا هنا بقول ايه بقى بقول له خلي بالك انت بالعدد يعني انا حسبك بالحتة بالمقطوعية بالقطعة زي ما بيقوله توريد خلي بالك بقى وتركيب معناها ايدي بقى بقول له وانت بتتفع معايا في الشغل خلي بالك انك انت هتورد يعني انت اللي هتشتري وهتركب يبقى انت كده ايه ملزم بسعر الشرع بتاع القطعة دي وسعر التركيب ايه بتاع هتركب بكام وهتحط سعر الشرع بتاع الايه الجهاز ده كان يبقى بالعدد تقلي بالك بالعدد توريد وتركيب ايه بقى حوض غسيل ايدي لازم اكون محدد معرفه من الفخار المطلي صيني ده المواصلات بتاعته لازم اقول له اه من الفخار هلازم اقول له من الفخار اه طبعا ومطلي صيني عشان ما يجيبوش حاجة ايه ميش مطلية ميش مزججة نعمة تمام كده وكمان خالي من الزوايا والعيوب لان طبعا ما ينفعش عنده حوض يكون فيه زاوية قيمة او مشابه يتبقى فيها الايه الرواسل يبقى تاني بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي لازم يكون عارف هو هيورد ايه الاول طيب ماله مقاسه ستين في ستين اكون محدد له المقاس بتاعي كمان هيفرق اه زي ما قلت في البداية حوض ستين في ستين يختلف عن حوض ستين في خمسة واربعين في السعر بتاعه يبقى بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الفخار المطلي صيني مقاسه ستين في ستين طيب على ان يكون خالي من العيوب والشروخ والزوايا لازم اوصف له عشان لما اجي حاسبه بعد كده وانا بستلم منه الشغل لما بص على الحوض بتاعي وانا بستلمه لقيت في شرخ لقيت في عيب لقيت في زاوية يبقى انا كده ده مش هو اللي اتفات معك عليه وبناء انا هخصم تمنه عليك او انا هشتري واحد تاني حوض تاني وهركبه وطبعا ده بيكون على حسابك الشخصي طيب الحوض كده انا وصفت الحوض انا هنا حابب انوها لابناي انه انا بوصف عند شقين من المواصفات بوصف الجهاز او الحاجة اللي هتركب نفسها وبعد كده بوصف عملية التركيب كمان نفسها يعني كمان فيه الشروط في عملية التركيب ايه طبعا مش انا المالك وهو هيشتغل المقاول طيب وحياخد فلوسي انا لازم اشتغل هو هيشتغل بشروطي ومواصفاتي فبقول له ايه بالعالة توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الفخار المطلصيني مقاسه ستين في ستين ماشي خالي من الشروخ والعيوب والزاوية طيب بعد كده خش بقى في عملية التركيب هدخل عليها فبقول ايه يركب على كابولي من الحديد اه يبقى انا حددت له ان هو هيركبه على كابولي منين من الحديد قطره نص بوصة كمان بحدده الحديد اه عشان ما يجيبش سيخ رفيع او ما شابه ويركبه ويحط عليه الحض ويقول لي انا كده ايه اشتغلت حضرتك ما وضحت ليش لأ انا بقول لك هتركب الحضة اهو على كابولي من الحديد قطره نص بوصة يدهن واجهن ببوية الزيت عشان يسطيش اللي هو الكابولي ده حيددهن واجهن ببوية اللي ايه الزيت ويركب في الحائط يسبب في الحائط بامونة الاسمنت والرمل وبنسبة واحد الى ثلاثة كمان بحدد له اه يعني كل واحد رمل كل كمية رمل لو هقول مثلا يعني اه يعني كيلو رمل او لو انا بحط بمعيار حاجة كده بعاير فيها الرمل واحد احط قصادها ثلاثة اسمنت يبقى انا محدد له عشان ما يجيش يسبت الكابولي ويركبه وطبعا هيسرق مسلا لو فيه سرقة في الاسمنت ويحط اهل نسبة من الاسمنت بعد كده 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 يقول الحط بتاعي ده ممكن قدام يعمل ايه يوع او يتكسر صح كده فحيجي يقول لي انا ما جا اقول له الاسمنت نسبته لايه هيقول لي والله انت ما وضحت ليش انا هركبه ازاي يبقى انا كده بقول له بنسبة ايه واحد الى تلاتة يركب على كابولي من الحديد قطر نص بوص يدهن واجهن ببوية الزيت تمام كده خلاص هيديه ويسبت في الحق تمونة الاسمنت والرم على ان ايه وانه افا عندها على ان يتم العمل حسب اصول الايه الصناعة ايه حسب اصول الصناعة يعني انا لو انا نسيت بند من البنوت هو الحضة مش هيركب معاها له ملحقات بتاعته مش له سفون نص بوصة له طبة للتسليك فتحة للفائض انا ما قلتش الكلام ده كله كويس وحابب الام الكلام ده كله في جملة مختصرة يبقى الجملة اللي عندي في الاخر بتقول ايه على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة فاصل الصناعة بيقول ان الحط ده لازم يكون جاي معاه كل المحتويات بتاعته ويركب وفق اصول الصناعة انا جيت وهو بيركب وهو بيركب الحط بتاعه عشان يحط الكابول كابولي يسبته امفتح الشنيشة مثلا اكبر بكتير قوي من جسم المصورة اللي هتركب اللي هتشيل الحط لما يجي ام ثبت الحط وام سايب الشنيشة فانت ليه انا طبعا بحسبه بقوله انت ليه ما يفلتش الشنيشة اللي انت فتحتها دي فهيقول لي والله انت ما قلت ليش لو انا ما قلتش على ان يتم العمل حسب اصول اللي ايه الصناعة وهص الصناعة بيقول زي ما قلت قبل كده من افسر شايا فعليه اصلاحه هو اللي فتح الشنيشة دي يبقى هو اللي ملزم يرجع للحقص شابه ما ايه زي ما كان في الاول يبقى انا لازم اختم المواصفات بتاعتي بكلمة على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة دي هتنفعني في ايه اولادي يا احبابي هتنفعني في ان انا لو جيه وانسيت اي مواصفة في البند بتاعي وانا بتكلم عن وصف الحط بتاعي الكلمة دي بتشمل او بتغطي جوانب المواصفة كاملة طيب نرجع ونشوف تاني الجدول بتاعتنا اهو بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الفخار المطلي صيني ما الستين في ستين على ان يكون خالي من الشرخ والعيوب يركب على كابولي من الحديد يودا نوجين ببوية الزيت ويسبت فيها الحاط بمونة الاسمان توليه والرم على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة ولازم اكون باصص في الرسمة وشايف الرسم بتاعي كان عامل ازاي وفيه كام جهاز نبص كده نرجع لو رجعنا للرسمة اهو اهو انا بتكلم عن حوض غسيل الايدي لو هم دورين وانا بكتب لك في الكلام الاولاني يبقى العدد اتنين جهازين او في بداية التمرين لو انا عندي لازم اخلي بالي من الرسمة ممكن يكون عندي حوض جوه هنا وعند حوض فيه الطرق يبقى في الحالة دي في خانة العدد هكتب اتنين لكن انا في الرسمة بتاعتي هو دور واحد وعندي حمام واحد وهو جهاز واحد اللي موجود فيه يبقى العدد كام العدد واحد طيب نرجع تاني للجدول اهو في خانة العدد وصاد كلمة على طول لزوم حوض غسيل الايدي او ام كاتب واحد وطبعا طول عرض كل ده ما فيش في خانة الجملة او ام كاتب كام واحد وده اول حاجة موجودة عندي طيب نيجي اللي بعدها الجهاز اللي بعده بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اواني اللي هو حوض المطبخ من الاستانلس يوفق اللي بالك انا هنا محدد لهو مقاس ستين في مئة وعشرين هتختلف يا مستر اه طبعا لما انا اقول له عما هيجيب لي حوض ستين في ستين سقره هيكون اهل من الحوض اللي هو كان ستين في متر وعشرين وبالتالي هيختلف معايا في التكلفة بتاعة المنشأ بتاعي على ان يكون خالي من الشروخ والعيوب يركب على كابولي من الحديد يجهن يدهن وجهن ببوية الزيت يثبت فيه الحايت بمونة الاسمنت والرم على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة لزوم حوض غسيل الاواني برضو العدد كان واحد وفي خانة الجملة بحوض واحد خلي بالك هنا ان انا عندي شق ومواصفات اهو وعند شق ايه حسابات حتى الدرجة بتاعتي بتكون مقاسومة جزء على المواصفات وجزء على الحسابات هو انا بكتب ليه المواصفات والكميات دي انا كتبت كده المواصفات بتاعت وانا بقول له خلي بالك انت هتكتب انت هتيجي تشتغل هتركب لي حوض غسيل اواني ستانلس نوع ستانلس مقاسو ستين في مئة وعشرين هتركبه بالمواصفات الفلانية على كابولي وهتعمل مناكزة وهتثبته بالطريقة الفلانية طيب وعندي العدد بتاعي حوض واحد طيب حوض واحد عدده ودي المواصفات بتاعته انت هتورده هتشتري ليه وحتركبه تاخد الحوض ده بكام او تركيب الحوض ده بكام فهيجي حد يقول لي انا اخد الحوض ده هركيبه بمي جنيه هيجي واحد تاني يقول لي انا هركب الحوض ده بالمواصفات بتاعتك اللي استنلس ومقاسو كذا وهركيبه بالطريقة دي بكام بتسعين جنيه ده كالب مية وده قال بتسعين يبقى انا ليه يمين اللي هيركب بسعر اقل وهينفذ ليه الشروط والمواصفات وهيلتزم بيها لان انا في الاخر هقول له تعالى الشروط بتقول الحوض ماسو كذا نوعه كذا يركب بالشروط الفلانية وهستلم منه لو انا استلمت منه الشغل وتمام يبقى خلاص تاخد الحوض ده بكام اخد بكذا يبقى انا كده ايه خلاص ليه اللي هيشتغل بسعر اقل وينفذ المواصفات بتاعت نرجع ونشوف الجهاز اللي بعده عندي هنا بيقول لي بالعدد توريد وتركيب برضو هو هي اللي هيشتري توريد وتركيب مرحاض غربي من الفخار المطلي صيني اللي هي المرحاض اللي هي عدا الفرنج مقاس خمسة وتلاتين في واحد واربعين في تمانية وتلاتين يعني انا محدد له المقاس بالزبط والنوع بتاعه على ان يكون خالي من العيوب والشروخ والزوائع يحتوي على سيفون من نفس الخامة السيفون اللي بقى موجود في الظهر يكون من نفس الخامة بتاعت اللي هي المرحاض والمواصفات بنفس الخامة والمواصفات وسيديلي وغطاء من البلاستيك على ان يتم العمل برضو حسب اصول الايه الصناعة واخر حاجة بقول لزوم المرحاض الغربي وباجي في خانة العدد او مكاتب العدد وصاد على طول مين الحوض بتاعي العدد هنا كام واحد وفي خانة الجملة باكتب كام واحد لو انا عندي اعدتين يبقى العدد اتنين لو انا عندي حمامات تلات حمامات مثلا في منشاع حكمية يبقى العدد هيكون كام تلاتة في الجملة اكتب كام تلاتة طيب لو انا عندي وانا لازم اخلي بالي وهو بيشرح في البداية في بداية التمرين قال لي ان المبنى عبارة عن دورين او تلات ادوار يبقى العدد هيكون عندي كام تلاتة فلازم اخلي بالي كويس جدا وانا بقرى التمرين او ببص على الرسمة بتاعتي المشروع بتاعنا طيب نشوف اللي بعده بيقولي بالعدد توريد وتركيب حوض البنيو مقاس مترو سبعين في سبعين في خمسين سنطي من الفخار المطلصين على ان يكون خالي برضو من العيوب والايه والشروخ والزوايا يحتوي على فتحة للفائد وسفون قطر بوصة ونص وفتحة للتصريف ويشمل العمل التوصيل حتى سيفون الارضية بالحمام على ان يتم العمل حسب اصول الايه الصناعة برضو في خانة العدد بكتب واحد وفي خانة الجملة بكتب كام واحد انا لازم هنا اكتب له المواصفات بتاعة الجهاز نفسه ومواصفات كمان الايه التركيب والتزم دايما بكلمة على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة ليه حسب اصول الصناعة عشان لو انا نسيت باندي من البنوت بتاعتي اكون عارف انا ان انا هغطيها بكلمة حسب اصول الايه الصناعة هو هيلتزم وانا هلزمه في الاخر وقت ما جاستلم منه الشغل بان انا قلتلك انك هتنفذ الشغل حسب اصول الصناعة طيب نشوف اللي بعده بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية اللي هي البلاعة صح? سيفون ارضية من الظهر المطلي صيني من الداخل القطر عشرة على خمسة ايه صنط ويشمل العمل جميع التوصيلات اللازمة وتوصلها الى عمود الصرف ونهو شوف خلي بالك بقى يعني هتنهي كل الاعمال حسب اصول الصناعة طبعا هتقولي بقى ايه النهو هقولك انك انت وصلاتها تركب فيه الداخل على البيبة دي او الصفاية دي والخارج منها وكمان تثبتها بخرصانة يعني على جسمها من برة والغطى بتاعها فما تجيش تقولي لا انت مولتليش ان انا هيبى لها غطى هقولك لا على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة انت هتوردها وهتركبها وزي ما بيقول اصل الصناعة حضرتك هتنفذ طب العدد كام العدد واحد وفي خانة الجملة كام واحد يبقى انا كده يا شباب نفذت البند الاولاني اللي هو بيقولي مطلوب عمل كاشف كمية للاجهزة الايه الصحية مع ذكر مواصفات مختصرة لكل ايه بند يبقى انا كده وصفت الجهاز بتاعي الخمس اجهزة وصفتهم فين في بيان الاعمال طب ايه المواصفات عبارة عن ايه عبارة عن شقين شق بوصف الجهاز وانت لازم يكون حط الجهاز وشكله في دماغك وتكون حافظ كمان ايه المقاس بتاعه مقاس استندر بتاعه طيب وكمان تكون فاهم عملية التركيب بتاعت الحوض ده من الشق اللي هون العملي اللي حضرتك بتنفذه فيه الورشة فتبقى تدمج ما بين الاتنين مواصفات الجهاز وعملية التركيب بتاعه طب حضرتك خايف انك انت تكون نسيت حاجة يبقى بعد ما بخلص خالص بتجيله كده اخر بند اقوم اقيل له ايه على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة يبقى لو يعملني بند يبقى بتغطيه عندي جملة حسب اصول الايه الصناعة وفي خانة العدد بكتب العدد بتاعه وكون مركز جدا على حاجته ان انا في بداية التمرين ما يكون شايل لك ان التمرين ده عبارة عن مبنى مكون مثلا منظرين او تلاتة لان العدد هنا هيختلف واقرى تاني الحاجة التانية يكون اه زاكي جدا في قرية الرسم بتاعه واقرى الرسمة كويس وابقى شايف لربما يكون عندي في الطرقة حمام وفي الحمام اه اه اصدق اسف حوض في الطرقة وحوض داخل الحمام يبقى في الحالة دي رغم ان هو دور واحد ولكن في العدد هيكون عندي كام اتنين كذلك برضو باقي الاجهزة ربما يكون عندي صفاية او بلاعة في المطبخ وعندي واحدة تانية موجودة في اين في الحمام او في الطرقة في الحالة دي هيكون في كام اتنين النقطة التالتة اللي انا ركزت عليها وقل لو انا عندي ماس ناقص في الرسمة اشوف من خاص الرسم اللي مرسوم به الرسم كام وارجع حوله لمقاسه الطبيعة كده احنا خلصنا المؤسفات والمؤسفات بتاعت مين اللي اجهزة اللي هو بند رقم كام واحد طيب بعد كده هندخل على حساب كميات لعمود العمل قطر اربعة بوصة وعمود الصرف قطر كام ثلاثة بوصة نروح مع بعد كده ونشوف في السلايد بتاعنا والشرايح شغالة ازاي عندي هنا هو بيقول لي كشف كمية لزوم عمود العمل قطر كام اربعة بوصة برضو بنفس الطريقة هو الجدول واحد ما اختلفش لانا انا شغال على جدول كميات فبيقول لي ايه هنا بالمتر الطولي خلي بالك بقى توريد وتركيب انا حسبك بالمتر الايه الطولي توريد انت اللي هتشتري انت اللي هتجيب المواسير وتركيب مواسير ظاهر قطر اربعة بوصة هو لسه فيه ظاهر يا مستر او موجود وده كان فيه برضو فيه المناهج ما عندي شق اللي هو الجانب العمل مهني عندنا طلبة بتشغل برضو بدي المناهج بتاعهم فيه الظهر ولو هو بلاستيك انا ما عندش مشكلة لان المواسير بقول برضو بدل ما اقول مواسير ظاهر هقول مواسير ايه بلاستيك قطر العمود العمل بتاعي اربعة بوصة سابت سواء في الظهر او في البلاستيك طيب بعد كده لزوم عمود ايه العمل ولازم اكون محدد انا هشتغل اربعة بوصة عشان عمود مين العمل هو يبقى عارف انه هيركب هشتري ويركب مواسير لزوم مين عمود العمل على ان تكون المواسير تمت الاستقامة لازم المواسير تكون عدلة تمام كده خالية من الشروخ والعيوب اه بقول لك ايه بقى توصل مع بعضها البعض بملحقات المواسير الظاهر الملحقات كاملة بقى اللي هو الكوع بقى والمشترك وما شابه كل حاجة انا شوف شملت لك كلها في كلمة ايه الملحقات يعني لو انت بتشتغل في مواسير بلاستيك هتقول برضو توصل مع بعضها بواسطة الايه الملحقات البلاستيك يبقى انت كده غطيت البند كامل ويتم الحمى عن طريق وتثبيت زيل المصورة في رأس الايه الاخرى هي مجموعة مواسير بسبت الايه ديل المصورة في الرأس الايه المصورة التانية مع اوضع سلس الرأس كتام مقترا وسلساي الرأس ايه رصاص مصور وتثبت باقفزة من الحديد في الحائط وتثبت بمونة الاسمنت والرمج بنسبة واحد الى تلاتة وتدهن وجهين ببوية الزيت على ان يتم العمل حسب اصول الصناع يعني ايه بقى الكلام ده نوضحه انا دلوقتي شغال هعمل موايسة لمشروع عندي حضرتك حسب كميات ومطلوب منك انك انت عندك لازم تعمل كميات موايسة للمقاول اللي هيشتغل الموايسة دي وينفزه للحمام ده عشان اخلق منافسة ما بين المقاولين يتقدموا لي وكل واحد يقدم السقر بتاعه بنان على الموصفات اللي انت هتحطها فبقول له ايه بالعدد يبقى انا حسبك بالايه بالعدد او بالمتر الايه الطولي لو انا كده او كده بالعدد كان في الاجهزة في الموصير حيبقى بالمتر لايه الطول توريد وتركيب مواسير نوع المواسير ايه لو بلاستيك بقول له مواسير بلاستيك لو ظاهر اقول له موسير ايه ظاهر طيب من الفخار المطلي صين احنا think ده لو كان فين في الاجهزة في المواسير بتاعتي بقول من الظاهر قطر 4 بوصة يبقى أنا بحدده القطر كام 4 بوصة هي تفرق طبع المصورة قطر 4 بوصة سعرها أعلى من المصورة كام 3 بوصة يبقى أنا بعرفه إنه هيركب عمود عمل وحاسبه بالموتر الطولي والمواصر دي عبارة عن مصورة قطرها 4 بوصة خالية عيدلة كاملة كاملة الاستقامة خالية من العيوب والشروخ تسبت على الحائل بقيفزة منين من الحديد يبقى أنا أعرفه إنه هو مش حيسدي المواصر كنة? تمام? وخلاص? ويربطها باي حاجة? لا. ده هو هيربطها باقفزة من الحديد. الاقفزة دي هتقدر نواجهن ببوية الايه? الزيت. وتسبت في الحار. الاقفزة ده هتسبت كمان في الحار. بمنة الاسمان تقول ايه? والرمل بنسبة بحدد له كمان النسبة. اه? واحد الى تلاتة. طب لو هي مواصل بلاستيك بتسبت باقفزة يا مستر? اه. عنده كل راس مصورة. بسبتها او بقصة المسافات. وبحط اقفزة من الحديد. ولكن الاقفزة بتسبت بمصامير الايه? الفشر. يبقى انا ما عنديش خلاف فيه نوع المواصل اللي شغال معايا. اكون عارف. لو جال بلاستيك هكتب ايه? لو جات لزهر هكتب ايه? وهتسبت عن طريق ديل. ديل المصورة في رأس المصورة الايه? الاخرى. لو هو اه. لو هو صح يبقى باملها التلت رصاص والتلتين كتان. لو هي مواصل بلاستيك يبقى معروف ان انا بشتغل عن طريق ايه? مادة اللحام. بلحم ديل المصورة في رأس المصورة الايه? التاني. طيب نرجع ونشوف كده الاسلايد بيقول ايه? خلصت كده الشق بتاعي اللي هو شق الايه? المواصفات. المقاول العرف ان هو هتحسب بالمتر الطولي. وهي ركب مواصر اربعة بوصة. وعددها كزا. طيب. وخليها من كزا. وبتسبت بالطريقة الفلانية. وهتسبت على الحيط بكزا. وركب اسمان تغرام. في الاخر خالص بقوله على ان يتم العمل حسب اصول الصناع. ودي خالص باعت هتبقى جملة. سبتة معي في كل مواصفات او بنود المواصفات اللي عندي. طيب في الاخر هنا بقول له ايه? لزوم عمود العمل. ببدأ بعمود العمل. العدد كام? فكون طبعا باصص على الرسم بتاعي. وقارفت ان انا عندي كان عمود واحد موجود في ظهر المرحاض اللي ايه? اللي فرانج. يبقى العدد كام? واحد. بسيب بقى كل الخانات دي وقوم رايح في خانة الملاحظات. ارسم العمود بتاعي. اهو. وهم اقسم بقى. هو هناك في بداية التمرين كان بقول له الطير واحد متر. اجيبها من فوق وانا نازل. بعد كده دروة واحد متر. الدروة دي اللي هي ايه? البلاكون اصول البلاكون. بلاطة اللي هي تخانة السعف بتاعي. عشرين من مية. دور اللي هو الدور بتاعنا. الدور ارتفاع الدور كام? تلاتة متر. بعد كده سفل اللي هو قلنا ايه? ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع. او لو هو قال لي على طول سفل يبقى معروف ان السفل ارتفاعه كام? تمانين من مية. هيفضل عندي جزء المدفون في الارض ده اسمه نزول. هو ده الوحيد اللي مش هيبقى موجود عندي. ولا مديني. هو قيمته كام? طب اعمل ايه بقى? واجيبه منين? قانون سابت بيقول ايه? النزول يساوي ارتفاع غرفة التفتيش ناقص ميل المادات في المت. ميل المادات فين? في المت. طيب. لو انا لاحظت بقى هنا بيقول ايه? النزول يساوي ارتفاع غرفة التفتيش. لو تفتكر وانا في بداية الرسم هنا. لو نرجع للرسم اهو. كنت بقول لك ايه? ارتفاع غرفة التفتيش اللي هو غيمت ايه? اللي هو موجود تحت. هيبقى موجود عندنا. قلت لما ستين في ستين على ستين. ببص كده على الرسم بتاعنا. اهو. لما كان. اهو موضع عندي. اهو. هنا بيقول ايه ارتفاع غرفة بص التفتيش غيمت ستين في ستين على ستين. يبقى اللي تحت ده مين? اللي ارتفاع. طب فين ميل المادات? انا اصلا بحسب في العمود كام? العمود الاربعة بصة ده. طيب. عشان اجيب النزول بتاعه. بقول النزول يساوي. ارتفاع غرفة التفتيش اللي هو هيبقى عند اللي تحت دهو. نقص ميل المادات في المت. ما هو من الطبيعي ان لازم يكون المصورة من العمود ده. عشان ترمي هنا في غرفة التفتيش لازم يكون فيها ايه? نسبة ميول. طب نسبة الميول عندي كام? اتنين سنطر كل متر. يعني اتنين سنطر كل متر. يعني المصورة من الناحيات من هنا من اخيرها من هنا. هتكون منخفضة عن بدايتها من هنا مع الكوع اللي نزل من العمود دهو اتنين سنطر. فيها ميل اتنين سنطر. كل متر بيميل اتنين سنطر. لو الميل دهو المادات ده طوله تلاتة متر. حلو. يبقى انا عندي المصورة دي. بدايتها من هنا. عن نهايتها هيبقى كام? هتبقى نازلة كام? ستة سنطر. لكن هو عندي كده المادات ده طوله كام? واحد متر بس. يبقى ميل المادات في المتر اتنين سنطر. كل متر بيميل كام? اتنين سنطر. الخط بيميل معايا اتنين سنطر. عشان المية تمشي في مصارها ليه? الطبيعي لعملية الصرف. والبداية بتاعتها هي? يبقى تاني. غرفة التفتيش. ارتفاع غرفة التفتيش. النزول. في العمود الاربعة بوصة. يساوي عشان ده المجهول الوحيد اللي هيكون عندك. هلنزول في العمود الاربعة بوصة. يساوي ارتفاع غرفة التفتيش. نقص ميل المادات في المتر. طب فين المادات? اهو او مرايح على الرسمة. وانا بشتغل على العمود الاربعة. اشوف الوصلة اللي ما بين العمود الاربعة بوصة. وغرفة التفتيش. هلاقي هو ده المادات اللي بيكلمنا عليه. طيب اشوف طوله كام? ليه طوله كام? واحد متر. لو هو متر ونص يبقى الفرق هيبها كام? تلاتة من مية. يعني تلاتة سنطة. طيب نروح كده ونشوف الجدوة الباعة بتاعنا. حسابها كام? اهو. كده. اهو. نشوفه. فيه النزول. حسابه كام? بيقول لي هنا اهيه? النزول يساوي ارتفاع غرفة تفتيش ناس ميل المادات في المتر. طيب كان الارتفاع كام ستين? طرحت منه خلي بالنا هنا عشان احنا بنوع فيه المشكلة ده يا شباب. دي اسمها اتنين سنطة اتنين من مية. لو اتنين ورا العلامة من غير الزيرو ده هتبقى كام عشرين? طبعا عشرين من ستين تديني فرق كبير جدا اربعين سنطة. لكن انا هنا بقول لك اتنين سنطة بس. الميل اتنين سنطة يبقى اتنين من مية. علامة زيرو بعدين اللي اتنين. يبقى انا كده اللي كان عندي اللي هو النزول. اجي كده اكتب طول العمود خلي بالك لو لاحظت ان انا كتبت هنا المواصفات. وكتبت لزوم العمود. وكتبت العدد. وسبت ده كله فاضي انا ما عرفش عنه حاج. وروحت في خانة اللي ايه? الملاحظات. رسمت العمود بتاعي. قسمت عليه طاير دروة. بلاطة. دور. بعدين سفل. بعدين النزول. كل ده كان معطيات موجودة عندي في التمرين بتاعي. معادة النزول ما عرفش كام. جبت النزول من اين? قلت النزول. يساوي. ارتفاع غرفة التفتيش نايس ميل المادات في المتر. وحسبناه طلع عندي تمانية وخمسين من مية متر. يعني تمانية وخمسين سنت. بعد كده بكتب طول العمود يساوي. اجمع بقى من فوق وانا ايه? وانا نازل. فبقول طاير دروة بلاطة دور سفل نزول. او بص كده طاير زايد دروة زايد بلاطة زايد دور زايد سفل زايد ايه? نزول. اجمع واحد متر زايد واحد متر زايد اشرين من مية اللي هو البلاطة زايد الدور تلاتة زايد دروة زايد النزول زايد السفل اسف زايد النزول. يطلع في الاخر كام? خمسة متر وتمانية وسبعين. يبقى طول العمود بتاعي كام? خمسة متر تمانية وسبعين. العدد واحد احط في خانة الطول خمسة متر تمانية وايه? وسبعين. وخانة ايه? الاضافة. خلي بقى عندي خاص وعندي اضافة. انا هحط في خانة الاضافة خمسة متر كام تمانية وسبعين طيب هو العمود ده نوضح بقى مع بعض العمود ده عشان يركب مش لازمه مصورة هتوصل ما بين الجهاز وبين العمود صح كده ولا هو هيرمي عليه ازاي لو انا افتكر في الرسم بتاعي كان العمود المرحاض اللي فرنجي بتاعي هو الغربي في ظهروا على طول العمود اللي اربعة بوص وبالتالي مش لازمه غير حاجة احنا بنسميها يارضة يارضة في الحار اللي يارضة دي بتقول حتة مصورة طولها تلاتين سنتي بتتربط او بتوصل ما بين الجهاز يدوبك تعدي بس جسم الحائط بتاعي بتوصل ما بين الجهاز والعمود يبقى دي اسمها يارضة داخل الحائط بنقول عليها يارضة يارضة كام يارضة تلاتين سنتي باكتبقى اه وبحملها ايوة بتتحمل وتكون محسوبة عندي عشان بعد كده لما ييجي يحسب بيحسب ويبقى عارف هو هشتري كم متر مواصير وهيركب كم متر مواصير لانه بناء عليها هيحط الايه السقر بتاعه يبقى تاني اكون مش بس ان انا حسبت العمود وطول العمود بتاعي لأ ده في عندي جزء من المواصير اللي هو هيكون واصل ما بين الجهاز والعمود بتاعي طب هو الجزء ده بنسميه بنسميه يارضة بيكون فين بيكون مدفون في الحائط عشان يوصل من الجهاز يرمي على العمود واحنا بنسميها يارضة داخل الحائط طب دي بتختلف عن يارضة على الحائط ايوة طبع انت دي وانت دي لما يكون العمود في ظهر الجهاز دي اسمها يارضة داخل الحائط طب لما يكون العمود مرحل او جاي على جنب عن الجهاز يعني الجهاز الناحية ده والعمود بعيد عنه بيبقى بيبقى دي اسمها يارضة على الحائط تمام وبتكون موضحة في الرسم التاعي وبعرف الماس وبقسة من الرسم وبكون محدد وعارف هي طولها كام عندي لازم اكون محدد ومفارق ما بين افرق ما بين اليرضة داخل الحائط واليرضة على الحائط وانستاذينكم ان احنا وقتك للأسف وقتنا عدى بسرعة وانوقف عند هذا القدر على وعد ان شاء الله اللقاء بكم في الغد القريب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته